السلام عليكم بالصدفة شفت الفيديو ده للشيخ محمود شعبان والفيديو ده حديث يا جماعة مش من 2011 ولا 2013 ولا كل الكلام ده والملامح بتاعت الشيخ محمود بينا هتسألوني فين صوت الفيديو هقول لحضراتكم ان الشباب ده بيصخر جدا وبيهين الشيخ محمود شعبان وحتى الموضوع وصل للضرب والالفاظ كانت خارجة جدا جدا يمكن لو حد حايز يسمع الفيديو بالصوت بتاعه هنتبعوا في نهاية الفيديو بس احتراما لمشاعر بعض الناس اللي مش عايزة تسمع الصوت مهما كان اختلافك مع الشخص اللي قدامك هي دي اخلاق المصريين هي دي اخلاقنا وصلنا للمرحلة دي كل زنب ان هو بقول قال الله وقال الرسول حتى لو بتختلف معاه حتى لو انت شايفه في مشكلة معينة بالنسبالك بتتهمه اتهامات هي دي الشباب الواعي المفروض يكون قدوة لناس تانية هي دي يعني مش عايزة اقول لحضراتكم كمية الالفاظ اللي موجودة في الفيديو وكسرة العين اللي كانت بينا قوي على الشيخ محمود شعبان حتى لو انتوا بتتفقوا مع الله يرحمه طبعا وائل الابراشي برضو ايه مشكلة الشيخ محمود شعبان هو كل اللي الراجل كان قاله قال انا خصيمك بينادي لا انا خصيمك يوم القيامة يوصل الامر لكمية الاستهزاء والسخرية اللي وصلنا بيها دي هي دي اخلاقنا طب لو انت شايفه غلط طب منتك الوقتي اكتر منه في الغلط انت بألفاظك اللي قلتها وباهنتك وبالسخرية بقيت اوحش من اي حد وحش ما يمكن اه انت عند ربنا احسن ومني ومنه ولسه اقول لحضرتك حاجة ما انت بألفاظك دي بقيت اوحش فاوحش عمرك ما هتكون بالمنظر ده احسن ربنا يعلم ما في القلوب بس الحاجات اللي بينا دي بينا قوي كل اللي عمله الشيخ محمود شعبان انه دعا دعوة معينة في حلقة مع الاعلامي واقل الابراشي هي كانت مجرد حلقة مش هي اكيد الدعوة اللي مقوتته على قد ما ده قدر وقضاء وقدر وعمر مكتوب ومرض تعب بيه كتير جدا ولو هنتكلم طبيا واحد تعب فتعالج العلاج مجابش نتيجة قدر وجاء توفى لكن ايه هي مشكلتك مع الشيخ محمود شعبان حتى ولو هتقولولي الفيديو ده ما كانوا فين هقول لحضراتكم انا بالصدفة البحثة شفت الفيديو ده وبصراحة زهلت لهو كبني آتم انه يوصل به الامر يتعامل المعاملة القاسية والسخرية يمكن شوفنا قبل كده الاعلامي واقل الابراشي كان بيصخر منه بضحكة واستهزاء صعب اوي اوي ايام ما كان في البرنامج ولما قاله ديني فرصة دافع عن نفسي رد عليه واقل الابراشي وقال له لأ طبعا وقال له فضل يضحك وقال له انا خصيمك اليوم الدين انا خصيمك بين يدي الله الكلمات دي بتبقى قاتلة لما بيكون الشخص اللي بيقولها مظلوم ومن وقتها طبعا تم اعتقاله فيه انباء كتيرة ترددت انه هو خلال الشهر اللي فات كان خرج من السجن والترند بتاعه زهر وفضلت الناس تقول الحمد لله انه هو خرج من السجن ولكن معظم الانباء بتقول انه هو حاليا متواجد مرة تانية في المعتقل وحالته الصحية مش يعني مش احسن حاجة وحالته الصحية في تدهور تام مش قادرة اقول لحضراتكم قديه الفيديو فيه كلمات خرجة جدا جدا والفاظ كذرة قوي قوي ان حتى اهليهم لو شافوهم بالمنظر ده وهم بيتكلموا بالطريقة دي يا ترى هيبقوا راضين بالكلمات اللي بتقولوها ولا ترضي ربنا ولا ترضي اي حد من عبيده يرضى اختك تسمع الكلام ده والصخرية من راجل ما غلطش فيك او ما عمل لكش حاجة حتى لو تختلف معاه في بعض الامور ما يوصلش بيك الحال للحظة دي طبعا انا عارفة ان الناس كتير دلوقتي تقول الفيديو والفيديو ده من امتى انا زي زيكم بس حبيت اوصل بس حاجة ان مهما كانت اختلافاتنا الله اعلم مين عند ربنا عامل ازاي مش لك الحق شوية شباب كده يطلعوا ويسخروا ويتكلموا باستهزاء وسخرية ووصل الامر لمد الايد وهو مش عارفة مش قادر يتكلم وعينه فيها كسرة كبيرة جدا واحد حافظ كتاب الله وحافظ القرآن الكريم وهو عنده عشر سنين ده يشفعله انك تعامله معاملة طيبة لكن الامور اللي وصلنا لها دي عيب قوي والمفروض الشباب ده هو اللي يتعاقب العقاب الكبير ما اعتقدش ان واحد زي الشيخ محمود هو اللي يتعاقب الله اعلم ممكن يكون عمل ايه او يمكن اكون انا جهلة بحاجات معينة بس انا راضية بجهلي ان احنا ربنا اللي بيعاقب ربنا اللي بحاسب ولو حد فعلا مزنب ياخد جزائه طبعا ربنا يرحم اللي فات واللي مات ويش في كل مريض بشكركم وعرف انكم مستنين الفيديو بس للأسف الفاظه صعب ان انا اعرضها سلام عليكم